بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد علي أفضل الصلاة وأسكتس ديم مرحبا بكل ملئي تحقق بقناتي قناة أم عبد الرحمن فيديو خاص بلاب خامي غاني الموين الوضعية الإدماجية المقترحة للوحدة الأولى المشروع الأول بخوجي نميرو 1 سيكونس 1 هذا الوضعية الإدماجية كذلك تدرج ضمن الفرض الأول في الفرنسية العنوان تحاكمون سيلادي ليما كيف نغسل ليدي نبدو على بركة الله قبل البدء طبعا نذكر بلي الوضعية الإدماجية عندها مقدمة وعندها عرض في المقدمة يلي قنديرو تسأول طبعا مع يظهكم شرح لكيفا alors جلي la production de خيت ديكتب لتتر تعه كمون سيلافي الماء pour être en bonne santé et pour éviter les microbes il faut سيلافي الماء avant et après le repas mais comment mais comment s'élaفي les mains إذن هذه هي المقدمة حتى نكون في صحة جيدة ونتجنب الميكروبات يجب علينا غسل اليدين قبل وبعد الوشبة لكن كيف نغسل اليدين طبعا هذا هو موضوع البروديكشون الكريت هذا هو التسأول مقدمة والتسأول تحا اروحوا الآن للحرفة البروديكشون الكريت ايا نبدو pour سيلافي الماء بعد البروديكشون الكريت بعد البروديكشون الكريت اروحوا الآن للحرفة بعد البروديكشون الكريت بعد البروديكشون الكريت ثم أفضل اضفل ثم افضل 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 كيف نحن هذه الوضعية اليدمجية المطرحة الفرصة الأول وكذلك للمسيقات البروديكشون الكريت تمنية لكم بالتعبير وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله